مرة في محافظة قنة حيث نظم المجلس القومي للمرأة بقنة ندوة عنوانها التغيرات المناخية بين الواقع والمعمول وذلك تزامنا مع مؤتمر تغيرات المناخية الذي يحضره قادة دول العالم وذلك بمدينة شرم الشيخ تفاصيل عوفة مع زميل الدكتور مصطفى خليفة نظم المجلس القومي للمرأة بقنة ندوة بأنوان التغيرات المناخية بين الواقع والمعمول بمقر مركز قنة الاستكشاف للألم والتكنولوجيا حضر الندوة دكتور حازم عمر نائب محافظ قناة والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقناة والدكتور هدى السعدي مقرر فرع المجلس القوم للمرأة بقناة والسيدة المهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة بقناة والسيدة المهندس الحسين محمد رئيس جهاز شؤون البيئة بقناة هذا بالإضافة إلى عدد من مدير الإدارات التعليمية ممثل مؤسسات المجتمع المدني وطلاب المدارس من المرحلتين الأدادية والثانوية طبعا وقعنا في التغيرات المناخية كل الدنيا عارفة أن تأثير التغيرات المناخية على كل الكرة الأرضية مش علينا بس تأثيرها صعب تأثيرها بيأثر على كل مناحي الحياة فإحنا دلوقتي بنتكلم إيه اللي ممكن نعمله عشان نتكيف وعشان نعمل نتعايش مع التغيرات المناخية حضراتكم شايفين وكل السادة المشاهدين أكيد لما بيعود على شاشات التلفزيون بيشوفوا الفيضانات بنشوف التغيرات في درجات الحرارة بنشوف الجفاف اللي نزل على أوروبا مش على مصر بس كل هذا الجفاف على الأراضي الزراعية هيؤدي إلى قلة المحاصيل الزراعية هيؤدي إلى نقص في الغزاء على مستوى العالم بنتكلم مع المجتمع على كيفية التكيف مع تلك التغيرات لأن التغيرات المناخية أصبحت أمر واقع مسلم به وفي نفس الوقت محتاجين أن نحن نحدث بعض التغيرات المرتبطة بعملية التخفيف هذا بالإضافة للتكيف مع تلك التغيرات المناخية نحن استطعنا من خلال المبادرة زراعة 1500 شجرة تدوير في حدود 1500 طن من المخلفات الزراعية هذا بالإضافة رفع وعي المجتمع بالقضية وتوقيع عدد 10 تلاف فرض داخل محافظة جنة على مساق الشرف لمواجهة التغيرات المناخية ولسه عندنا أمل في المزيد من الأنشطة من شأنها الحد من حجم الإنبعاثات وفي نفس الوقت التكيف مع تلك التغيرات المناخية أكد دكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق خلال محاضرات التي ألقى حول التغيرات المناخية وأسبابها وطرق الحد منها أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية في هذا المجال وذلك بالتوسع في الاتماد على الطاقة النظيفة فضلا عن إنتاج العديد من الأبحاث العلمية بمختلف الجامعات المصرية حول التغيرات المناخية والحلول المقترحة لها المؤتمر هذا العالم كله سيحضر فيه في مصر وذلك يوضح مدى قدرة مصر على العطاء وعلى استضافة المؤتمرات الكبيرة الخاصة بالأمم المتحدة وأن العالم كله سيشرفنا إن شاء الله في مصر وده إذا كان بفضل القيادة السياسية الواعية المهتمة أو القيادة المهتمة بالمناخ والتغيرات المناخية والذي سيحصل فيها والدولة التي تدافع ليس بس عن بلدها مصر ولكن تدافع عن العالم العربي وعن أفريقيا وعن العالم كله لأن النتائج في هذا المؤتمر ستكون مفيدة للكعالم كله ليس بس لنحن ولكن العالم كله سيستفيد منها تأتي الندوة التي نظمها فراء المجلس القومي للمرأة بقناة زامنا مع انطلاق مؤتمر كوب 27 الذي يحظى باهتمام عالمي ويحضره قادة دول العالم وهو ما يؤكد على ريادة مصر ومكاناتها بين العالم كنت معكم من محافظة قناة مصطفى ومشتركوا في القناة